اشتركوا في القناة درجة خصية تقصي اليوم نشوفهم كالعادة من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي ولميز حالة سماء واجواء مغيمة جزئيا إلى تدريجيا كثيفة الصحب في فترة ما بعد ظهر بالشمال وبلوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية رفقتها أمطار عموما متفارقة تقصي ليلى بشيكون مغيم جزئيا بالشمال وبلوسط وقليل سحب بالجنوب درجة حرارة الليلة قد تتروح من بين 26 إلى 31 درجة في مناطق الشمال في المرتفعات وفي الولايات السحلية وقد تكون من بين 31 إلى 37 ببقية مناطق البلاد خلال يوم الغد إن شاء الله مازلنا معنين تقريبا بنفس الخصوصيات قيام رطوبة نسبيا عالية في الغلاف الجوي مؤشرات الخلايا الرعدية في فترة ما بعد ظهر بالشمال ومحلية بالوسط إضافة إلى درجة حرارة في مستويات مرتفع لتتجاوز المعدات العادية بما يقارب 6 لحدش درجة وإمكانية وصول إلى مستويات الأرقام القياسية في مناطق الجنوب الغربي كالعادة قدموكم قراءة تفصيلية لدرجة حرارة قصوى المتوقعة في مختلف ولادت بلادنا بتونس العاصمة قد نسجل 33 ظهران 34 بجيط الوطن القبلي 38 في زغوان 34 في بنزرد في مناطق شمال الغربي درجة حرارة قصوى تكون في مستوى 36 في باجا 37 في جندوبة 41 بسليانة وبالكاف في مناطق الوسط نتوقع تسجيل 42 بتالة وبالقيروان بجيط الساحل بسوسة نتوقع تسجيل 31 31 أيضا في المنستير 30 بالمهدية بيسفاقس بيزرقارقنا حرارة مرتفعة تصل إلى مستوى 42 45 في سيريبوزيد 42 في القاسرين وفي مناطق الجنوب الغربي درجة حرارة قصوى من المتوقع كون تسعد المستوى 46 في قفصة توصل إلى مستوى 48 في توزر وفي قبلي مع امكانية تسجيل أرقام قياسية بجابس 35 وببقية مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيرة جربة 42 47 في مدنين 45 بتتوين و45 أيضا برمدة بالنسبة الملاحة والصيد البحري بيسوحنا شمالية منطقتين سيرات وخليج تونس ريح تكون في أغلبها جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة تصل محليا إلى مستوى 15 25 عقدة وتتجاوز 35 أثناء نشاط صحب راديو البحري يكون قليل الثراب إلى مضطرب بشمال بخليج حمات وبجزيرة السحل ريح تكون من قطاع الشرقي سرعتها من 10 إلى 20 عقدة وتتقاوى تدريجيا لتتروح من بين 15 إلى 25 عقدة تتجاوز 35 أثناء ظهور صحب راديو البحري يكون متموج إلى مضطرب وبمنطقتين شابة وجربة وصولا إلى جرجيست ريح تكون في أغلبها جنوبية شرقية سرعتها من 15 إلى 20 عقدة تتجاوز 35 أثناء ظهور صحب راديو البحري يكون قليل الثراب إلى مضطرب في سواحل المهديس فاقس جابس ومدين كالعادة قدم لكم فكرة حول حال التقس ببعض المدن والعواصم العربية والأوروبية نوكشوت 30 سماء صافية بالدار بيضاء أجوء عامة قليل تصحب بالجزائر 16 تقسيكون مشمس بيترابلوس مع صعود درجة حرارة مستوى 39 قد نساج لـ 41 درجة بالخرطوم أجوء تكون في أغلبها مغيمة جزئيا 39 بالقاهرة وبالبقاء المقدسة درجة حرارة تتوصل في مستوى 47 في المدينة المنورة 43 في مكة المكرمة سماء صافية بالدوحة 42 أربعين بأبوذبي و38 بمسقط بالكويت 42 حرارة مرتفعة تصل إلى مستوى 49 في بغداد بالشرق الأوسط نتوقع صعود درجة حرارة مستوى 39 بدمشك 29 في بيروت 33 درجة بالقدس الشريف 29 بإسطنبول أجوء في أغلبها مشمسة وبأوروبا برومة نتوقع أنه درجة حرارة تكون في مستوى 33 بعد سحب بفيانا مواشرات أمتار رعدية ببرلين بامستردان ببركسل بلندن ببريز جونف 23 درجة 27 في مرسيليا سماء تكون صافية في مدريد وبرشبونة 24 درجة تطور الوضع الجوي خلال أيامات القليلة القادمة ما زالنا معنيين بتواصل حرارة الأجواء في أغلب مناطق بلادنا خصوصا وأنه طائرات الهوئية في أغلبها من القطاع الجنوبي والي قد توصل سرعتها إلى مستوى 40 كم في الساعة بالمناطق الساحلية اتباعا لذلك البحر في أغلبه مضطرب بكافة المزلات البحرية ودرجة حرارة ظهران قد تترح من بين 37 إلى 45 درجة تصل محاليا إلى مستوى 49 في الجنوب الغربي مع ظهور رياح شيلي تغسي كونسافي لقليل أسحاب على كامل البلاد وممكن درجة الحرارة تكون في مستوى أقل نسبيا بالمناطق الساحلية الشمالية وبجية الساحل وينتترح الأرقام بين 30 إلى 35 درجة خلال يوم الخميس معنين بتراجع نسبي في درجة الحرارة بالوسط الغربي وبالجنوب في معدد ذلك بشتعرف ارتفاع في بقية الجهات رياح تكون من قطاع شمالي بالشمال جنوبية بالوسط وبالجنوب نشطة نسبية قرب الساحل وضعيفة إلى معتادة داخل البلاد اتباعا لذلك البحر يكون متموج إلى مضطرب بكافة الساحل موعدة شروق الغروب بمدينة تونس اليوم الغد شروق الشمس إن شاء الله بشكون في الساعة الخامسة وثلاث دقائق وغروبه في الساعة السابعة وثلاثة واربعين دقيقة لمزيد من المعلومات والارشادات نذكركم بقنوات الاتصال خاصة بالمعهد الوطني لرسط الجوي موقع الويب تردوبلو فيب وميتيو بونتين الموازع الصوتي وتنجم تتفعل معنا من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالمعهد أوقات الصلاة بمدينة تونس اليوم الغد صلاة صبح بداية 23 و 11 دقيقة دور من تصف نهر و 30 دقيقة صلاة العصر في الساعة رابعة و 14 دقيقة صلاة المغرب في الساعة الثامنة إلا ربع وصلاة العشاء بإذن الله في الساعة 39 دقيقة شكرا على حسن متابعة والاهتمام إلى اللقاء